ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أول شيء سنضيف سكر نضيف سكر القياس بملعقة تقريبا ثلاثة ملعقة كبيرة أو أربعة حسب الطاقة ممكن تنقصه لزيده نضيف زيت وزبدة نحاول نفلط هذه المكونات نضيف زيت وزبدة نضيف زيت وزبدة نضيف خميرة الحلويات نبدأ بالحليب بالنسبة لقياس الحليب حسب نوع السميدة وشكية شرب الليلة نحاول نعبر لكم بالكاس العنبة نضيف الكاس الأول نضيف الكاس الأول دائماً العجين أو الخالد حجة سيكون مرقوب وكذب قاكة تشرب نضيف زيت ومازال كلا السميدة لا تهدد وزبدة نضيف المكونات من المكونات مثلاً نضيف مركوب نضيف المكونات تقريب كما تعلبي والعجين أو خطر وكما تضيف الكاس العنبة ثم تشرب لنا الحرشة لا تلاحظوك التماسك نحتاج صفحة الفرن و سميد اما غليط اما نفس السميد اللي ترنبيه الخليط نرش شوية سميد في صفحة الفرن او نضع ورق سلفة غيزية حسب المتوربة نأخذ كمية من خليط الحرشة نضع حفرة في الوسط و نضع المربع نوع العاقد من الأفضل لا يكون مربع سائل إذا كان سائل سيخرج لكم من الخليط الحرشة نشكل الكرة مزيان كيكون المربع في الوسط نضع الكرة في الخليط سميد و نضعها في صينية الفرن نستمر بنفس طريقة حتى نكمل كمية كاملة غير ملاحظة او اقتراح اخر اللي مبغاش يدير المربع وسط الغريبة يعني اتفادوا المربع كتديروه في الوسط كتديروه في الخليط ديال الحرشة يعني هنا لكم الاختيار اما كتاخدوا المربع ديال مشماش او المربع ديال الحامض كتضيفو ملعقة صغيرة او ملعقتين صغيرة ساهم من المربع كتخلطوهم مع الخليط و كتشكلوهم كوريات بنفس الطريقة يعني بلا ما تديرو المربع في الوسط و كتدوزوهم في السميد و كتوضبوهم صينية ديال الفرن كتطيبوهم طريقة العادية كيجيو مع الكين بحال شكل ديال الغريبة كنستمر انا بنفس الطريقة كما لحتو معايا كندير شوية ديال المربع في الوسط كنخلي واحد السمك اللي غليط ديال الحرشة باش ما يخرش منها المربع كن اكد ان المربع يكون عاقد ماشي سائل في حالة سيلا بعد نخرج مشي جيهة كنعاودو نغطيو بالخليط ديال الحرشة و كنوضعوهم في صينية ديال الفرن نخليو بيناتهم واحد الفراغ لانهم كيتشقو في البران هاد ديال كيمية كاملة هنما زال لي هاد الجوج بوحدهم كنسخنو الفران مزيان قبل واحد العشرة دقيق بالنسبة لهادو اللي فيهم اللي كونفيتير يعني كنشعلو اللي مغل تحت فقط و ما نبسطوهم مش نخليهم هكا كغلات لان فيهم كونفيتير يلا بسطناهم غادي خرج منهم هدي الشكل ديال هنهائي كما لحتو معايا بعد ما خرجتها من الفران كيجيوا رائعين ساهلين والداد والرائحة ديالهم شاهية بالنسبة انا فضلت ندير مربع الحامض كما ادكرت لكم بغيتوا تديروا مربع المشماش او مربع التين او مربع الفرائز لكم حرية الاختيار اتش كيبقى حسب الضوق ديالكم غير يكون مربع نوعية اللي كتكون عاقدة نوعية جيدة لاحظوا معايا كتجي الحرشة معلكة رائعة وشيشة بزاف وسهلة كذلك في التحضير وبالنسبة للفكرة ديال مربع كما ادكرت لكم اللي مباش يديروا وصل الغريبة كيديرو مع الخليط ديال الحرشة وان شاء الله تجربوا هوتنا لإعجابكم وانتلاقوا في وصفة جديدة بإذن الله في امان لنا اشتركوا في القناة